منطلقا من قضية خاشقجي أسهب تقرير الخارجية الأمريكية في تناول مسألة حقوق الإنسان في السعودية التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان أكد وقوع عمليات قتل غير مشروعة في السعودية وإعدامات على خلفية جرائم غير عنيفة إضافة إلى القيام باعتقالات تعسفية وتعذيب للسجناء التقرير أشار إلى أن المملكة تشهد قيودا على الحرية الدينية وعلى حرية التعبير والصحافة والإنترنت بما في ذلك التهديد بالعنف والاعتقالات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين إضافة إلى المضايقة والترهيب للمعارضين الذين يعيشون في الخارج حذر خاشقجي الذي طبقناه بعد تقارير حقوق الإنسان يمنحنا أداة إضافية لمحاسبة المسؤولين الذين يضرون بالصحافيين أو الناشطين أو غيرهم من المعارضين عن طريق إلغاء أو تقييد التأشيرات لهم أو لأفراد عائلاتهم هذه السياسة تحمل اسم جمال خاشقجي وقمنا بتطبيقها للمرة الأولى على 76 فردا من السعودية بسبب أفعالهم المروعة التي تستهدف المعارضين في الخارج تستمر الإدارة الأمريكية في عدم وصف الضفة الغربية بالأرض المحتلة التقرير يؤكد حصول انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بدءا من حدوث عمليات اعتقال تعسفي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى فرض قيود على الفلسطينيين في القدس المحتلة وصولا إلى التدخل التعسفي في خصوصياتهم ويتحدث التقرير عن فرض سلطات الاحتلال قيودا كبيرة على حرية التنقل كما رصدت انتهاكات لحقوق العمال الأجانب والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة نحو مئتي دولة تطالها تقارير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان وتتضمن تقارير مفصلة عن المنافسين الجيوسياسيين كروسيا والصين هذا وستعيد الخارجية الأمريكية قضايا حذفتها الإدارة السابقة كوفيات الأمهات والتمييز ضد المرأة